اشتركوا في القناة لما نبلش بالحلقة اللي حابب انه يسمع برجه يروح يسمع برجه ويتجاوز كل الكلام هاد احنا منحاول انه نرضي جميع الاطراف وجميع المتابعين في ناس بتحب البداية السؤال والجواب على السؤال وبتحب تسمع الابراج في ناس بتحب تسمع التحركات الفلكية والحركات الفلكية عندها بتكون اهم من الابراج في ناس بتحب تسمع التحركات الفلكية مع الابراج في ناس بتحب تسمع الزوايا الفلكية بشكل اساسي مع الابراج في ناس بتحبش تسمع ولا اشي في ناس بتحب تسمع وبيعجبهاش ولا اشي فاذا انا بدي ارضي كل الاطراف معناته ما رح اقدر انا اوصل لنتيجي ولا اوصل حدا لنتيجي فأنا اللي بشوفه مناسب أنا بقدمه وبعطي لجميع الآراء ولجميع الأشخاص كل واحد بقدر على حسب هو ما بده بقدر يوصل للإش اللي بده إياه ويوخده ويترك الباقي يعني ما بطلب من الكل إنه لازم عليك وتسمعوا حلقتي بالكامل وتسمعوني أنا شو بغرد أو أنا شو بحكي تقدر تسمع الإش اللي بخصك بس وتترك الباقي هذا لغيرك لأنه غيرك برضو باهتم فيه وما تحاول إنك أنت تفرض الشيء اللي أنت بدك إياه على جميع المستمعين ولا علي إلكوا كلكوا كل الإحترام والتقدير وأنا موجود بس لخدمتكو مش موجود لخدمتي يعني أنا بشارككو بالإش اللي موجود عندي عشان الجميع يستفيد فيه وإن شاء الله إنه ربنا بقدرني على هذا الشيء سؤالنا لليوم إنه هدولة الأشخاص اللي بيطلعوا بيحكوا بتاروت أو بيحكوا بعلم الجفر أو بيحكوا بعلم الرمل أو بيحكوا بالنجوم أو بيحكوا بالمندل أو بيحكوا بالفنجان أو بيحكوا بالبلورة أو بيحكوا بأي طريقة كانت وهاي الأمور وفي ناس ممكن تصيب معاهم وفي ناس بتصيب معاهم وفي ناس بحكيش أساسا أنه بحكي بالأبراج بحكي أنه بتجي خيالات أو بتجي صور أو بتجي رسائل وهو ببلغها ومنلاقي أنه هاي الأشياء تحقق منها جزء كبير إحنا اليوم جوابنا على هاي المجموعة من الأسئلة اللي كلها بنحطها في إطار واحد فقط لا غير هو كيف أنه كل هاي العلوم اللي أنت قاعد بتحكي عنها أو كل هاي الأشياء اللي أنت بتحكي عنها وبتهاجم أصحابها أو بتنفي أنه هذا الإشي صحيح أو أنه هذا مش علم كيف بصيبه في توقعاتهم وهذا الإشي اللي أنا رح أجاوبكو عليه وأشرح لكو ببساطة وأي واحد فيكو بإمكانه أنه يشتغل زيهم بكل بساطة ويطلع كمان أحسن منهم رح أعلمكو الطريقة كيف تيجي أنت بكل بساطة هيك بدون ما تتعب حالك إلا بالبداية تدخل على موقع إذا كان لغتك الإنجليزية قوية تعمل سيرتش على جوجل عن توقعات اليوم مثلا أو توقعات الأسبوع أو توقعات الشهر باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية باللغة الروسية لأنه في علماء أو في أشخاص بيشتغلوا في هذا المجال من كل أنحاء العالم وإذا ما بتعرف هاي اللغات ولا بتعرف لغات ولا أي إشي بتيجي بتسحب حالك بتدخل على موقع لواحد مشهور مثلا من هالفلكيين المعروفين مثلا في الساحة العربية بتدخل أنت بتيجي بتقرأ أنت توقعاته الشهرية مثلا بتشوف أنت الزلمة إيش بحكي بتحفظ الصيغة هاي بتكتبها على شكل نقاط بعدين بتيجي بتغير الصيغة هاي بتحولها لأي صيغة ثانية مثلا نفترض أنه إحنا قاعدين منحكي عن برج وحكينا أنه في بيته الخامس المشتري وأنه بيت الحظ وبيت المال وبيت الحب وبيت الزواج وبيت الارتباط وبيت الحمل والزهرة سعيدة فيعني أنه الحضوض رح تكون عالية لنفترض أنه إحنا قاعدين منحكي عن برج الحمل بيجي الشخص طبعا هذة اللي أخذ المعلومة هاي بيجي يا بيمسك لك شدة يا بتمسك شدة أنت بيدك اللي هي تاروت أو شدة عادي كوتشينة ورق اللعب بكل المعاني يعني بتيجي بتمسكها بيدك أنت هيك وبتشغل فيديو بتقلب الورق هيك بتشغلبو بتلعب فيو بتعمل حركات هيك وبعدين بتحط الورق قدام إيدك هيك وبعدين بتحط إيدك على راسك وبتخلي حالك هيك إنك في لحظة تأمل بسيطة يعني أصول الجو لحظة تأمل بسيطة هيك بعدين بتطلع على الورق هيك بتقول أنا شايف قدامي توقعات رهيبة جدا لبرج الحمل أجد الحضوض مفتوحة وأجد المال وفير وأجد الزواج على الأبواب وأجد المشعار في إيش وهذا وببلش أنا أترجم اللغة اللي أنا قرأتها في التوقعات أحطها بصورة ثانية طيب يجينا شفنا في التوقعات أنه مثلا المريخ دخل على بيت الصحة ولكن احذر شايف الرقم هذا بدل على النحس وبدل على المرض وبدل على وجع أسفل الظهر وبدل على المشعار في إيش وهذا الكرت بدل على كذا وبدل على كذا هسه هو يعني بتغير شوي بالصيغة هيك وبتحول بالكلام على أساس أنه يعني أنه أنت بتحكي بالورق عادي ممكن تجيب كاسة مي وتحكي نفس الحكي وأنت بتطلع في كاسة المي عادي جدا ممكن أنت ترمي اللي هو الصدف أو الودع على الأرض وتحكي نفس الحكي ممكن تمسك تفاحة تقسمها هيك ويطلع لك الكلام هذا في التفاحة ممكن تنط حبلة وتتعرقل بعدين على الأرض وتقول هذا بسبب المريخ اللي دخل على البيت الفلاني يعني بتألف بتعمل سيناريو هيك فأنت هيك الناس بتلفت الأنظار أنت للناس وبتصير أنت شخص يعني إيش عندك علمي جديد وبتسوق فيها وبتطلع وعادي بتنظر وبعدين بتصير تشتغل أنت استشارات خاصة وتأخذ مصاري وبتبيع أحجار كريمة وبتبيع قلادات أو أو ممكن تبيع إحجابات كمان عادي يعني وممكن تعطي أي إشي للشخص حتى لو بتعطي يعني ورقة فاضية عشان ما تغلبش حلك في الكتاب يعني ما أنت عارف يعني أنت بدك تلم مصاري يعني أعتقد أنه أنا من الكلام اللي أنا حكيته وصلت الرسالة للجميع أنه معظم اللي موجودين على الساحة واللي بيدعوا هذا العلوم أو بيدعوا أنه عندهم علم هم بيشتغلوا بنفس الطريقة هاي اللي أنا بحكي فيها الفلك الصحيح أو الشخص اللي بيفهم في علم الفلك وعنده علم ودارسه مظبوط بيشتغل على حسابات دقيقة بيجي بقولك الكواكب وين موجودة وحركة الكواكب هاي كيف وأي وقت طبيعة الكواكب إيش هو نحاسته سعودته أمتى بشرح لك زواياها وعلى إيش اعتمد أساسا في تحليله فبعطيك علم مش بعطيك خزعبلات فهذا الإشي متعب للإنسان اللي بيبحث في هذا العلم ولكن سهل وبسيط وممكن يعمل ألف فيديو في اليوم ويطلعها لأنه هو أساسا مش تعبان في هذا العلم هو بأخذ المعلومة وبحكيها فقط لا غير ورايحة عمين رايحة على اللي بسمع لأنه في النهاية هذا الشخص لما بسيء وبزهق ولما صاري ولايكات وهالكلام هاد وترك المجال هاد بخلي الحكم من الناس على أنه هذولا كلهم نصابين ودجالين وبيستغلوا الناس وبيستغلوا جهلهم أو ضعفهم أو حاجتهم بهاي الصيغ أنا لما باجي بدي أعمل توقعات يومية يعني أنا بدي أحكي عن حالي لما أنا بدي أعمل توقعات اليومية تأخذ معي شغل تقريبا بحدود الثلاث ساعات للأربع ساعات حساب وعشان أسجلها بتأخذ معي تقريبا بحدود الساعة لأنه هاي الحلقة اللي أنتو بتسمعوها بتتمنتج في أخطاء فيه بارات أنا بتعب مرات سدري أنا بسكر بصير بدي أستخدم البخاخ بتخربط بالكلام بتلعثم بالكلام وأخطئ بكلمة معينة أو تحليل معين فبطر إني أنا أرجع أصححه وبعد ما أمنتج أنا يعني الحلقة بتأخذ معي أنا شغل مش أقل من خمس إلى ست ساعات متواصل شغل فإنه لما بدي يجي واحد كل يوم يطلع لك أربع خمس فيديوهات فيعني بحط علامة استفهام كبيرة على الموضوع من وين جاب هذا الكلام كله بس إحنا بالنسبة لإننا من أسلوب الطرح منعرف الشخص المأخوذ عنه مين أو هذا أسلوب مين أو هذا علم مين لأنه هاي مدارس وكل شخص على الساحة إحنا بالنسبة إنا عارفين بعض يعني منعرف مين اللي بيشتغل صح ومنعرف مين اللي بيشتغل غلط ومنعرف مين اللي بيخبص بالكلام ومنعرف مين اللي بنظر بالكلام ومنعرف مين اللي بيحاول إنه بس يستغل الناس لأجل إنه هو يطلع له عشرة أو خمسة عاش أو عشرين دولار في اليوم من وراء الفيوهات اللي بيجيبها على اليوتيوب أعتقد إنه أنا وصلت لكم الإجابة بطريقة بسيطة جداً وبعتذر عن الإطالة وخلينا نروح لتوقعاتنا لهذا اليوم حكينا يوم أمس إنه القمر موجود في العقرب واليوم رح ينتقل للقوس طبعاً القمر اليوم رح يكون في منزلتين في منزلة الشولة وفي منزلة النعام لما بيكون في العقرب بيكون في الشولة اللي هي منزلة الضفر أو النصرة أو القوة أو التحقيق المراد ومنزلة التفريق برضو ومنزلة السلامة منزلة الربح منزلة الخراب برضو ومنزلة التسلط ولما ينتقل على منزلة النعائم اللي هي موجودة في القوس تصلح للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق أيضاً طيب القمر لما بيكون موجود في القوس ما بعطيناه؟ بعطي كل الأبراج كل الأشخاص يعني بيحسوا أن هذه الفترة مريحة أكثر مريحة أكثر فيه منوع من الضحك والسعادة فيها نجد الناس على طبيعتها على سجيتها بيتجه تفكيرنا خلال هذه الفترة للتفاؤل لعلم الفلسفة للدراسات للديانات من ميل أكثر للترحال للسفر للرياضة للمغامرات ووسعنا بهاي الفترة اقتراض المال ودراسة لغة جديدة الاستمتاع بهواية ما عسب كل شخص شو هوايته تجربة الحظ والتخطيط لرحلة أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أو شركة أو مؤسسة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل معنا ابتداء من ساعات الحلقة هاي لا ثاني يوم اللي هو لبكرة في نفس الوقت أول زاوية رح تتشكل معانا هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة تاسع وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية زاوية إيجابية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل على العواطف وبصير عندنا قدرة عالية من السيطرة على مشاعرنا هاي الزاوية بتكون آخر زاوية في ساعات الليل بعديها بصير في خلوه مسار مباشرة بعد هاي الزاوية اللي هي تقريبا نحن حكينا ساعة تسعة وواحد وعشرين دقيقة بتوقيت جرينج مساء وحتى الساعة عشرة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينج مساء يعني من الساعة التسعة واحد وعشرين لغاية العشرة وأربعين بتوقيت جرينج هاي ساعة خلوه مسار القمر بعدها على الساعة عشرة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينج بكون انتقل بالكامل للقوس واستقر في برج القوس الزاوية اللي بعدها رح تتشكل هي زاوية رح تكون تسديس بين القمر وعطارد رح تكون الزاوية هاي في تمام الساعة تسعة وتسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينج صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد خصوصا للأمور وتحليلها بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعدين في زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة واحدة وتسعة عشر دقيقة عصرا هاي الزاوية سلبية مأنها تربيع أكثر المنتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية وبروح بفش غلو أو بفش خلقو أو أو بتفشش أو بحاول يهرب من الواقع تبعه لصرف الفلوس والنقود وبصرف بدون حساب يعني بصير يشتري أي شيء هو حتى لو مش بحاجته المهم أنه يشتريه اللي رح يصير كمان في عنا انتقال للشمس رح تنتقل من الجدي للدلو الساعة 12 و 54 دقيقة بتوقيت يعني بتكون ساعات العصر بتنتقل الشمس من الجدي للدلو يعني في توقيت الأردن تقريبا بحدود الساعة 4 و 54 دقيقة مساء يعني عند المغرب تقريبا وبتظل الشمس موجودة في برج الدلو لغاية يوم 19 18 هاي الزاوية شوي بتحسن أوضاع برج الدلو بشكل تصاعدي بشعروا موليد الدلو تحسن يطرق على صحتهم تدريجي كل ما وصل لمرحلة العيد ميلاد شخص بتلاقي هذا الشخص بلش يرتاح أكثر من اللي بعده يعني بشكل تصاعدي كل ما وصلت عيد ميلادك هي بداية سنتك بعدما تبلش أنت ترتاح فيها بصورة عامة وجود الشمس في الدلو بترك أثار إيجابية على موليد الأبراج الهوائية والنارية مثل الجوزاء والميزان الحمل الأسد ضعيف شوي والقوس أكثر الأبراج عرضة للمتاعب الصحية والإرهاق والمشاكل هم برجين الحوت والعذراء الأسد أحسن من الشهر الماضي ولكن برضو بتظل طاقتهم ضعيفة طيب إيش تأثير على جميع الأبراج يعني إيش تأثير انتقال الشمس على جميع الأبراج إيش اللي بتعززوا في الأبراج برج الحمل بنشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أصدقاء جدد برج الثور بيستفيدوا في مجال العمل خاصة للي ببحث عن عمل واللي بيعمل بيعزز علاقته مع المسؤولين برج الجوزاء بنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير واللي عنده قضية بتابعها بالفترة هاي ممكن يصدر فيها أشياء لصالحه برج السرطان بحصلوا على مبلغ من المال ياما بكون من شراكة ياما من تعويض برج الأسد بيعززوا شراكتهم في العمل والعاطفة بس بدهم ينتبهوا ان طاقتهم ضعيفة برج العذراء تتاح الفرصة للي ببحث عن عمل او اللي بيعمل انه يعزز علاقته مع الزملاء بشكل اكبر وبدهم ينتبهوا على صحتهم برج الميزان هذا بيتهم الخامس فعشان هيك من نحيي بقى في الحظ بصفهم عاطفيا وماليا وفرصة لنساء الميزان انهم يدخلوا للحمل في هذا الشهر واللي بده يتعالج او بده يروح عساس يكمل اجراءات علاجية لاجراءات الحمل من موليد الميزان هذا شهر ممتاز جدا برج العقرب بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات وبيعززوا الروابط العائلية برج القوس بنشطوا في السفر والاتصالات والدراسة ومنهم ممكن يشتري سيارة برج الجدي في فرص لمكاسب مالية من عمل اضافي وممكن يستردوا مال ممكن يرجع لهم كانوا مدينين اشخاص او مسروق منهم مال او حاطين وديع عند اشخاص وبرجعوها حقوق لهم ترجع لهم هذا شهر مناسب لهاي الامور برج الدلو بيبدأوا في التغييرات الايجابية في اكثر من مجال ولكن بصورة دريجية لحد ما يصل لعيد ميلاده كل ما وصل شخص من برج الدلو لعيد ميلاده بتبلش اموره وتتحسن بشكل اوضح برج الحوت اكثر الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا على حالهم خلال فترة هذا الشهر هم وليد برج الحوت ليش؟ لان الشمس الان موجود في بيت متاعبهم فهي اضعف فترة بكونوا موجودين فيها خلال فترة اي سنة مرت والسنة هاي راح تكون نفس الشي لانه هاي كل سنة بدي يجي على نفس المكان وهذا الشهر بالنسبة للحوت ايش اللي ممكن يستفيدوا منه حتى كل الضغط هذا النفسي هذا الشهر هو شهر الغربة له وتسكير الملفات يعني بشطبوا اشياء كثيرة وبيبدأوا في سنة من اول وجديد بخطط جديدة وبتحركات جديدة فهذا الاشي اللي هم راح يكونوا مركزين عليه خلال هذا الشهر الان احنا قلنا انه القمر في القوس خلو المسار القادم راح يكون يوم واحد وعشرين واحد ببدأ خلو المسار الساعة اربعة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحا ولكن هذا خلو مسار طويل يعني راح يستمر قرابة الاربع وعشرين ساعة راح يستمر لثاني يوم ساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحا بعدها بصير القمر موجود في برج الجدي يعني يوم واحد وعشرين بتكونوا منتبهين انه في فترة خلو المسار القمر ما بيعمل زوايا واثنين احنا بنسميه القمر المحترق ووجوده في برج القوس يعني مكان مش مناسب له بكون ضعيف القمر اساسا بسعادته فهذا اليوم بتكونوا حذرين جدا ما في يعني لا بنصح توقيع عقود ولا بنصح خطوبة ولا زواج ولا شراء شيء ثمين الا الشيء اللي انتوا بتكونوا ناويين عليه قبل بيوم يعني انت حاكي مع شخص وحجزت انه بدك تشتري من عنده سيارة وروح تشوفت السيارة واتفقت انه ثاني يوم دكتور تدفع له فلوس لا روح ادفع الفلوس لانه انت متفق قبل خلو المسار ولكن انك تروح وتتفق في فترة خلو المسار هاي الساعات الي احنا ما مننصح فيها نهائيا بالنسبة لعمر القمر القمر بانحسار الهلال ساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جرينيش بيصير عمر القمر 24 يوم نسبة الاضاءة رح تكون 25% بالنسبة لمزاج الكواكب واماكنها الشمس في الجدي ورح تنتقل للدلو زي ما حكينا ورح تفضل موجودة في الدلو لغاية 19 اثنين مزاجها هذا اليوم ممتزج يعني بتقلب بين السعودي والنحوسي على اغلب اليوم ولكن طاقة السعودي بتكون اضعف يعني هي اقرب للنحوسي من الممتزج القمر في العقرب وفي القوس ورح يظل في القوس لغاية يوم 22 واحد برضو مزاجه ممتزج عطارد في الدلو حتى 3 اثنين مزاجها سعيد الزهرة في الحوت حتى 7 اثنين مزاجها سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 اثنين مزاجها سعيد زحل في الجدي حتى 11 اثنين مزاجها سعيد اورانوس في الثور حتى 15 اثنين مزاجها سعيد نبتون في الحوت حتى 23 اثنين مزاجها سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 اربعة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني يعتبر هذا اليوم من اجمل الايام اللي برضو بتمر عليكم خلال هذا الشهر تنشطه فيه في الدراسة في الامتحانات وبتكون ايجابية بالسفر ممكن تقدمه لفيزا او لهجرة بالاتصالات خصوصا الاتصالات البعيدة ممكن تعارف مع شئات جهات اجنبية ممكن لقاء اشخاص جايين من السفر يعني امور متعددة كلها الها علاقة بالاشياء البعيدة بتشعروا بقوة العاطفة بتجاوب احبائكو معكو تستعيدوا حماستكو وممكن تنطلقوا في تنفيذ خطة او فكرة جديدة تتلقى اشارة او خبر راح يكون سعيد عليكو ويسعدكو ويبسطكو بتكون الفترة هاي فيها حركة عالية جدا وبتشكل محطة انطلاقة يا بعمل جديد يا بورشة جديدة يا بتخصص جديد يا بفكرة جديدة اللي بتبلشوا بتنفيذها برج الثور اليوم كل تركيزكو على اعادة تنظيم اموركو المالية خصوصا اللي فيها نوع من انواع الشراكة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي برضو ولكن بتكتخففه من النفقات المتصاعدة حاول انك تحسن ادائك وفاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول ايجاد حل وسط بينك وبين اي شخص اخر حاذر المواقف المتصلبة ما تكون قاسي وعنيد خصوصا مع احبابك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء يعني يوم مناسب احسن من الايام اللي مضت بتعززوا فيه شراكتكم سواء في مجال العمل او في العاطفة ولكن بتكون تتجنب والغضب والانفعال ما تخلي حدا يستفزك وما تسمح لحد انه يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها كون هادي وتعامل بطاقة ايجابية ممكن تمر اليوم بفترة امتحان وهذا الامتحان ممكن يعطيك نتائج ممتازة جدا في فرصة رح تكون يا لجائزة يا لمكافأة يا عطية يعني اشي من هذا النوع ولكن نصيحتي انه حاول انه انت تتحامل على نفسك شوي عشان انت تحد من عصبيتك وتحقق نتائج ممتازة برج السرطان مكان القمر مش مناسب للكم يعني في بيت الصحة عشان هيك منحكي انجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم ما تبالغوا في اجهد نفسك انتبهوا لأكلكوا وراحتكوا لغذاءكم كن حذر كون واضح في اولوياتك ما تخلي حد يثير انفعالاتك او غضبك نظم وقتك بشكل جيد والتزم بمواعيدك وواجباتك ومسئولياتك واحترام المواعيد هذا سر هذا اليوم اذا حاب تتخطى باقل الخسائر برج الاسد يعني القمر مكانه ممتاز جدا هو في البيت الخامس للأسد يعني بيت العاطفة والحضوض تشتد رغبتكم في هذا اليوم لتقرب لأحبائكم او الاتصال فيهم تعزيز العلاقة معهم ما بتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا نفسيا ولا عاطفيا بترتفع المعنويات بدك تكون اكثر مرونة في التعامل بس لانه في لحظات ممكن تجيك شوية عصبية ممكن تحقق انجاز مهم جدا خلال هذا النهار تنتعش عندك العواطف بشكل كبير وواضح وبشكل جديد وبتشتد عندك الروابط اكثر من الاول متاني وثقة برج العذراء تتركز كل الامور على البيت يعني بوسع كل يوم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من افراد العائلة ولكن شوية بتكثر عليك الضغوط والمتاعب هاي فترة التوتر على الصعيد الشخصي او العائلة بدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من الارباك فعشان هيك بدك تكون حذر وتحاول انك تتوازن وتحلل الامور بشكل ايجابي ومنطقي على اساس ان انت ما تتأثر من هاي السلبيات اللي احنا حكيناها برج الميزان اللي بتنشطوا اليوم بالسفر والاتصالات واللقاءات والتواصل يوم مناسب لاجتياز انتحان تعزيز العلاقة مع اخ او مع جار يناسبك تكثيف التحركات في هاي الفترة اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم بكونوا مبدعين في اقناع الاطراف الاخرى في وجهة نظرهم اللي بيشتغلوا في مجال الاتصالات والمواصلات برضو اليوم بكونوا ملفتين للانتباه تقدروا تعبروا عن رأيكم بحرية وجراءة تامة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة ايجابية جدا حاول انك تستغلها ولكن تحذيري اللي بسوه السيارات انه بتكونوا منتبهين يا عطل في السيارة انا اعطال مفاجئة يا اما مخالفة يا اما لا قدر الله تكونوا مش مركزين فتعملوا حادث برج العقرب يعني اليوم على المكاسب المالية في فرصة لمكسب مالي يا بيجيكوا من عمل اضافي يا بيجيكوا دعم ولكن برضو رغم هيك بتكو تكونوا حذرين من النفقات و بتكو تحاولوا تمسكوا حالكو عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تنشغلوا في عملية تزديد التزامات عليكو فواتير او قروض او ديون او جمعيات في هذا اليوم انت راح تخطط لمرحلة جديدة او تحدد اولويات مهمة بالنسبة لا ايه لك خصوصا في مجال الميزانية المالية والمصاريف ممكن انه خلال فترة ها يتيدم على استثمار ولكن انه ممكن يطلع لك هيك فجأة مصاريف منزلية بشكل طارق برج القوس ثقتكم بنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم يعني هيك بتعوضوا الايام الماضية اللي كانت متعبة جدا ولكن بتكونوا تبادروا لخطوة جديدة بتدعم مكانتكم الاجتماعية ممكن تسمع خبر سار او تطلع على خبر يكون بمثابة اشارة للك انه انطلاقة جديدة او خطوة جديدة او مرحلة جديدة يعني الفترة هاي رح يكون فيه نوع من انواع النشاط والحماسة طبعا هذا لوجود القمر عندكم ممكن تتلقى جواب على شيء انت كنت طالبه او كنت استفسر عنه بالفترة الماضية وتأخر عليك اليوم ووصلك جواب عنه وممكن تنطلق بمشروع جديد او شيء معين انت كنت مخطط له بالفترة الماضية برج الجديد بدكوا تنتبهوا بشكل واضح جدا على صحتكم وما بدكوا تبالغوا في الانجازات هاي تقريبا تعتبر اخر اصعب ايام رح اتمر عليكو خلال فترة هذا الشهر لانه القمر موجود الان في بيت متاعبكم والشمس كانت موجودة عندكم ما اعطتكم السعادة الكاملة بسبب الزوايا اللي عملتها فلا دقولوا الجديد منحوس منحوس من يوم من ولد انا بعرف حجم الضغط اللي انتم ضغطوه ايشوه ولكن الفترة هاي ان شاء الله بس انه القمر يوصل لعنكو وبعدها معظم الامور هاي بتبلش تتحل حل وتنحل بشكل ملفت للانتباه اهم ايش انه اليوم انه تنجزوا الاعمال المتراكمة عندكو حاول تاخذ استراحة ما تعرض نفسك للمسئولية في امور ما رح تكون اساسا لمصلحتك خفف من الضغط شوي ما تحسم اي امر وما تنجرف ورا افكار السودة والهواجس والاشياء اللي ما رح تكون في مكانها وبعدها كل الامور ان شاء الله بتنحل مع وصول القمر لعندك برج الدلو يعني بوسعكو تعزيز العلاقة مع الاصدقاء النشاطات الاجتماعية منكو ممكن يحقق امني بمساعدة صديق منكو ممكن يشارك بمناسبة سعيدة اهم اشي انه انتو تستغلوا الفترة هاي انه ما تضل فيها وحيد بالعكس لازم انت تنطلق للمشاركة وانك تشارك اللي حواليك باي شيء بارقك انت بحاجة للمصيحة بالفترة هاي بانتظارك لقاء او موعد ناجح ومميز اهم اشي انك ما تهم الواجباتك وبدك تكون منظم ودقيق جدا عشان ما يتسجل عليك مواقف او نقاط انت ما رح تكون بمصلحتك برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح دفع مصالحه في الاتجاه الصحيح حافظوا على انجازاتك القائمة حافظوا على انجازاتك القائمة الفترة هاي غيرتك على مصالحك بتكون في اوجهة قدك تكون منتبه وعشان هيك يوم مثل هذا اليوم دائما احنا ما نحط خيارين يا بكون من اسوأ او من انجح ايام الشهر ما في حل وسط فيه حاول انك انت تقلب كل المعطيات بانه يصير هذا من انجح ايام الشهر تأثيرات القمر عليك رح تكون ثقيلة شوي وخصوصا ان الشمس بلشت تنتقل برضو لبيت متاعبك رح تكون ثقيلة من ناحية الاعصاب من ناحية المعنويات اهم ايش انك ما تتذمر على مسامع احد ما تفضفض في شيء وانت مش مركز مزبوط وبدك تصبر لحد ما تمضي هاي الفترة على خير هيك ما نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم بشكرك لاحسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترك في رعاية الله وحفظه الى اللقاء